هلع غير مسبوق في عدن مشاهد الجنائز لا تكاد تنقطع عن مقابرها في مختلف المناطق منذ منتصف أبريل الماضي تعيش محافظة عدن حالة انتشار واسع للأوبئة والحمايات التي أصابت الآلاف وأودت بحياة المئات منهم والرقم يتزايد كل ساعة تقريبا وفقا للمعطيات فين الوضع مؤسف وصادم بحسب مصلحة الأحوال المدنية بعدا فإن عدد الوفيات بلغ منذ الأول من مايو الجاري حتى يوم أمس 553 حالة وفاة القطاع الصحي متدهور وتسود العاملين فيه حالة هلع نتيجة الخوف والقلق من كورونا وغيرها من الأوبئة والأمراض المعدية نظرا لانعدام أدوات الوقاية اللازمة للأطباء والممرضين الذين يفترض بهم التعامل مع مختلف حالات الإصابة لذلك ولغيره يموت العشرات في منازلهم أو على أبواب المستشفيات بعد رفض استقبالهم لأسباب متداخلة المريضة عائشة سالم تلقينا أكثر من 13 مشتشفى في عدن ما حدق بالها والآن دخلنا مشتشفى الجمهورية وتحاولوا معنا أصحاب الجمهورية والحمد لله إن الله وإن الله يراجعون وهذا التغرير حقها توفت ماتت هذه سورتها توفت السلطات المحلية ومعها الصحية حتى الآن لم تثبت كفاءة حقيقية في الحد من انتشار الأمراض على الأقل بمكافحة أسبابها إذ لا تزال المستنقعات مرتعا لحشود أسراب البعوض التي تجتاح المنازل بأريحية إضافة لعجز السلطات عن احتواء كورونا الذي اعتبر المتهم الأبرز من بين أسباب الوفيات إلى جانب الحميات إضافة لعجز السلطات عن احتواء كورونا الذي اعتبر المتهم الأبرز من بين أسباب الوفيات إلى جانب الحميات ممثلة بالملاريا وحمى الظنك ونحوها وفي ظل هذا الوضع الموسف لا يبدو المسيطرون على مؤسسات الدولة في عدن آبهين بحياة السكان لانشغالهم بترتيب الجانب العسكري وإحكام القبضة الأمنية على مفاصل المدينة المنكوبة وهو ما دفع لجنة الطوارئ الحكومية للقول إن الوضع الإداري والسياسي في المدينة يعرقل أي جهود تبذل لمواجهة الوباء وإن ممارسات المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي تقود المدينة إلى كارثة صحية بسبب تدخلات في عمل المؤسسات الرسمية التحالف باعتباره المرجع الرئيس للشرعية والمجلس الانتقالي لا يبدو مقترثا لما يجري بينما بإمكانه فعل الكثير لو أراد ذلك